الناس تطرح تساؤلات كثيرة شن يعني تغير وزاري؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني في لحظات الإحباط ولحظات الفشل تطرح الحلول الترقيعية لما تعجز المنظومة السياسية عن إيجاد حلول حقيقية وواقعية لأوجه الاختلالات الموجودة في البلد تلجأ إلى عمليات الترقيع التي لا تنفع بأي شيء من الأشياء هذه التجربة ليست بجديدة هذه التعديل الوزاري صار في حكومة السيد نوري المالكي ولم يأتي بجديد وصار أيضا في حكومة السيد حيدر العبادي وما أتى بشيء جديد والآن وصار أيضا في حكومة السيد عادل عبد المهدي ذات السنة الواحدة والآن يطرح حيدر العبادي كذلك؟ نعم حتى حيدر حيدر صار أكثر من وزاري هاي التجربة يعني مو جديدة برأيك شوكت رح نستفاد من هاي التجربة؟ أنت قلت قلت مو جديدة لنشن غاية منها؟ مع العلم الكابينة وزارية تغيرت هذه أنا أنا سميها سميها هاي العقلية الإسقاطية المسيطرة على العقل العربي اللي هي يعني مؤهوذة من التراث عقلية بن سبق ماكو يعني من يدرسون التاريخ العربي ويشوفون بمشاكل وين يلقون بالتبعة؟ إنه أكو بن سبق سوهي تراح بن سبق إجا بن سبق يعني ما يقولون مثلا اختلفوا الصحابة أو اختلفوا الناس فهنا أنا يردون يقولون يعني مو إحنا اللي دا نفشل أريد أن أتحدث عن لسان حال الفقير تحديدا يعني الشي يعني للتغير الوزاري؟ شين رح يقدمه المواطن البسيط؟ ما هو الوزير الموجود؟ واللي قبله واللي قبله واللي قبله؟ كثير ما تحدثنا؟ بلا شك لا يعني شيء ولذلك لا يوجد أي تفاعل شعبي مع أي من إجراءات الحكومة لا هذه الحكومة ولا اللي قبلها ولا الحكومات السابقة يعني هي جرة محاولات هسا شوف خلي شوي قضي يكفر نبضى شوي عنها يعني من بداية تولوا حزب الدعوة قالوا بس يتغير حزب الدعوة كأنه المشكلة يا حزب الدعوة بس يتغير حزب الدعوة رح تستقيم العملية السياسية تم غيره أول مرة بالوجوه تم تنحية نور المالكي إجاء حيدر العبادي بعدين قالوا لا خلي نطلحها من حزب الدعوة ونجيب عادل عبد المهدي جابوا عادل عبد المهدي باعتبار من خلفية المجلس الأعلى وأيضا أخفق بالتالي قالوا لا خلي نجيب رئيس مستقيل ورئيس مدني هالمرة خارج منظومة الإسلام السياسي وواضح مقدمات الفشل واضحة الحل شمي؟ الحل يعني هو الحل الأسلم بيد المواطن يعني أنا قلت يعني في أكثر من مكان قلت أن أغلب هذه الطبقة السياسية هي ما مواهلة لإدارة الدولة الدولة منظومة صعبة دكتور المواطن مأيس مأيس طبعا لا عند أي إحساس ولا ثقة طبعا لا بانتخابات ولا بحكومة ولا بأحزاب يعني ورح نوصل هو المواطن يتحمل جزء نروح ونرجع المواطن لا شوف يتحمل جزء من المسؤولية حتى نكون منصفين يعني نحن ليس ننتقد فقط الطبقة السياسية لكن ننتقد النسبة التي صوتت إلى هذه الأحزاب وإلى هذه الشخصيات الفاشلة صوتت لها أكثر من مرة صحيح أنا أعرف أنه صار تزوير وتلاعب بالنتائج لكن أكون نسبة صحيحة خلسة يعني 80% مشاركة بالانتخابات مشاركة جافع زيان والمواطن انطى الثقة الحقيقية في الجمعية الوطنية بالانتخابات الأولى 80% صحيح بعدها وراهش قصارت خفضت ليش؟ بدت ثقة تهتز ليش؟ بسبب الأداء والفشل يعني قضية نتيجة منطقية المواطن لما يشارك يشارك على أمل أن تتحسن أحواله لكن لما كل ما يشارك لمس أن هناك تضليل إلى يعني كل خطوة يسحبوا إلىها بس صوتنا 169 راح توصل للجنة بس صوتنا 555 راح توصل للجنة بس صوتنا على الدستور راح توصل للجنة بل بل واحدة من تجاربنا الفاشلة يعني واحد لازم ينقض نفسه قبل ما ينقض الآخرين بس ملن باللوم على المواطن يا دكتور لا شوف ترجمة نانسي قنقر